الدرع الواحد واربعين استقر في بيته بالجزيرة وختام الدوري الاطول والاشقى والامر والاتعب في العالم كان احلى ختام بالنسبة للنادي الاهلي وهو كمان ختام بالشمع الاحمر ختام بفوز الاهلي بالدربي ببارات القمة رقم 118 فوز الاهلي بهدف علولو وانا قلتلكم سبحان الله قلتلكم اسبوع اللي فات علولو ده علي معلول يصلح ان يمنح جنسية الاهلوية لو في جنسية الاهلوية الولد روح وقلب وانتماء وحلاوة وشربات وانا عارف ان الكلام ده بيداقي ناس لكن اقرار الواقع مفروض ما يداقيش حد علي معلول يجب انه يعامل في الاهلي معاملة ابناء الاهلي لانه فعلا ولد ممتاز سلوكيا ورياضيا وفنيا وانتماء وروح وعنده اخلاص للفنين اللي بلعب بيها بشكل الحقيقة يفوق الوصف حاجة كده بصوا بصوا الحلاوة بصوا الامر بصوا الجمال بصوا القسمات الوجهة بصوا البراءة ايه ده اخواتي ده ايه ده اخواتي ده ابن النادي صحيح يعني ابن النادي ابن النادي يعني المهم مليون 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 مليارد شليار مبروك على جمهور القلعة الحمراء في كل حتة والنهاردة أنا قررت أن أحتفل معاكم باعتباري أهلاوي وحد أقول لي أهلاوي إزاي وإنت لا بصابية كده هقول لكم لا مش الأصد مش الأصد أن أغلس على حبايبي الأهلاوية ولا الحبايبي الزمالكوية ولا أن أنا يعني خالص خالص هي جات كده الترتيب في دولاب الليبس يعني كويس قررت أن أحتفل معاكم النهاردة بالدرع الأكبر الدرع الأعظم الدرع الأضخم الذي يمجد كل شيء في البيت الأحمر والقلعة الحمراء هذا الدرع اللي في رأيي أكبر درع أقيم للنادي الأهلي من يوم ما قنشي عن نادي الأهلي عام 1907 درع في شعار النادي الأهلي أعظم نادي في الكون ثم الأربع نجمات اللي بيمثل كل نجمة منهم عشر دور اللهم صلي عن نبي عشر دور في نجمة واحدة يبقوا أربعين نجمة مش عارف بقى كان مفوض يبقى جمبهم هلال صغير كده عشان الدوري الواحدة واربعين اللي احنا كسبنا نبارح ثم انزل تحت شوية بقى نصر الأهلي المحلق فوق الجميع نصر الأهلي الذي يملأ سماوات الرياضة المصرية والعربية والإفريقية ألقاب وبطولات وإنجازات وإنجازات وأفراح لجماهير الأهلي اللي بالمعين في كل أرجاء الوطن العربي ثم نجي مين شوية الدرعة أيضا يخلد شهداء النادي الأهلي في أحداث مجزرة بورسعيد الله لا يعيدها أيام هؤلاء الشهداء اللي كل مرة بنحتسبهم عند الله شهداء ونمجدهم ونخلدهم وبنقول أن أرواحهم راحت فداء وتشجيعا وإخلاصا وانتماءا للفن الله الحمرة اللي هم بيعشقوها واللي احنا كمان بنعشقها ثم نروح شمال 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 جايينه 1907 وهي السنة التي أسس فيها النادي الأهلي واللي احنا بنحتفل دلوقتي بـ 112 سنة أهلي بسم الله ما شاء الله 112 سنة أهلي رقم يخض رقم كبير لنادي عريق ونادي محترم ونادي شرف ونادي يرفع الراس ثم هننزل تحت في أسفل الدرع هتلاقوا تمن نجمات ذهبيات يمثلوا تمن ألقاب إفريقية تمن نجمات ذهبيات يمثلون تمن ألقاب إفريقية ولولا الملامة يا هوى كانوا بقاوا عشرة لولا البطلطين اللي راحوا مننا في النهائي السنة اللي فاتت قدام الترجي والسنة اللي قبلها قدام الوداد كانوا بقوا عشرة لكن يكملوا ان شاء الله عشرة ثم تحت مكتوب كلاب أوف دا سنشري نادي القرن ثم بقى طبعا صاحب الفضل وصاحب الدرع وصاحب المجهود وصاحب العمل وصاحب الفكرة وصاحب الحديد وصاحب الألوان وصاحب النادي وصاحب كل حاجة الأستاذ أحمد الرجبي اللي أهدى وتبرع بهذا الدرع للنادي الأهلي واللي حيكون معاكو كمان شوية علشان يشرح لكو كيف صنع هذا الدرع وانا بوعده ان شاء الله بوعده ان شاء الله ان احنا حنسلمه لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة وحيتصور هذا التسليم وأوعدك ان هم حيحطوا هذا الدرع جوه جدران نادي الأهلي في الجزيرة تخليدا لكل الرموز الحلوة اللي في الدرع وشكرا وعرفانا من المجهود اللي انت عملته لان انت متبرع بكل هذا المجهود وكل هذا الفلوس طبعا لانه يعني حاجات الحديد ده يوزن يعني بياخد فلوس كتير ومن ضيفي طبعا بعد الفصل هنعرف كم وزن حديد وخد مدة قد ايه ومجهود قد ايه والألوان لكن بصراحة احلى درع ده ولا ايه احلى درع فعلا لا احلى بطولة وانا قلتلكم انه السنة دي درع الدوري وما ارجو ان الزمالكواب ازعولوش بني دلوقتي الاهلي كسبان الدوري فمن حق ان انا مجلس الاهلي زي ما انا عاوز وزي ما انا افرح وطلع ساعاتي كلها لو كان الزمالك كسب الدوري كنت حطلع اول مبروك للزمالك لكن دلوقتي الاهلي كسبان فمن حق الكسبان انه يتدلع معروفة قالك الكسبان من حقه يتدلع فاحنا بندلع الكسبان دلوقتي وبندلع الاهلي والاهلوية لانه هم عانوا موسم شاق ومر ومش عارف ايه وايه 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 ورغم كل هذه الصعوبات استطاع الاهلي انه ينهي هذا الموسم مش بس بفارق الاهداف ولا فارق نقطة ما كان يراه البعض مستحيلا لانه كان فارق عن الزمالك بعشرين نقطة ثم بعد كده قالك الفارق تمن نقطة وخلصت القصة الاهلي انهى الدوري مبارح بفارق تمن نقطة عن الزمالك بعد ما استطاع ان هو يفوز في مباراة القمة وعن سوفي هو الاهلي اللي فارق تمن نقطة وخلص الدوري قبل مباراة القمة منذ مباراة المقاولين اللي حسمها تلاتة واحدة الاهلي انا في رأيي انه كتالوج الاهلي كتالوج افتح صفحات الكتالوج واقراها وادرسها وزاكرها وتعلم منها تعرف كيف يقهر الاهلي المستحيل وكيف يصبح الاهلي دائما نسرا يحلق فوق الجميع ويظل الاهلي طول الوقت صانع الافراح وتاجر السعادة لنا جميعا اشتركوا في القناة